السلام عليكم. سلام عليكم يا جماعة. عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. طبعا انا مش دعياكو علشان تلعبوا معي كنت كراش. لا. انا دعياكو علشان اه قبل ما اخد اي خطوة تقولوا لي. اللي بيحصل ده يرضي رب العالمين. خليجوا معي الناس المستعجلة. الناس اللي مستعجلة. الناس اللي بتكتب توفيق. توفيق تعب. خليجوا معي شوية بس. خليجوا شوية معي. عاوزة السؤال. سؤال في التعليقات. قلولي. قلولي قلولي للحل. او قلولي ليه ايه ده بيحصل ليه. انا انسانة معايا تلت تلاف وبتكلم على الكل ما بيختصش قناتي. بتكلم على الكل. انا معايا تلت تلاف وخمسمائة او اكتر مشترك. مش هاحلم في يوم ان يكون التلت تلاف وخمسمائة مشترك حد ادنى الادنى الادنى الادنى. ميت مشاهدة. مين يا جماعة? مين يا جماعة اللي مشترك وما فعلش الجرس? انا بتكلم على والله على العموم. مين اللي اشتراكات وهمية? قسما بالله ووحمة امي. انا ما بخش الا ما فعل الجرس على الكل. ما فعل الجرس على الكل. ده غير اللايك ده حاجة بديهية. دي حاجة بديهية. حتى اللعبة مش عارفة العبها. لازم اركز معاكم. قلولي قلولي ان اتشاور في الامر. التلت تلاف ونص مشترك. الخمسمائة مشاهدة. محدش مفاعة على الخم. ما فيش خمسمائة مفاعلين الجرس على الكل. انا تعبت. وخيفة ااخد كرر غلط. انا تعبت في القناة. وانتو تعبتوا في القناة. وانتو مشاهداتكو ضعيفة. انا فهمة. بتكلم عموما. في ناس عندها الفين مشترك. في ناس عندها الفين مشترك. بخش لهم خمسين مشاهدة. فين الباقي? ده فين الباقي? حضرتك مش مفاعة على الجرس على الكل ايه? حضرتك مش بيوصلك اشعاري ليه? واشعار اختي واشعار اخويا ليه? كلنا عاملين القنوات للحاجة. كلنا عاملين القنوات لحاجة. مش عاوز اقول كلام ان انا قاعدة بالاجار واستحملت التعب دي كله عسى 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 ان القناة تنفى معقول معقول ان انا اكشف نفسي واقول قاعدة بالاجار عشان اصعب اقصدي علشان الناس تتفاعل معقول احنا احنا مش عاملين القناة طرفية مش عاملين قناة عشان رفاهية ابدا كلنا اصحاب حاجة وبنتعب منتاج كلمات مفتاحية وصف بنصر عناية عناية راحت نور عيني راحت ليه 3500 انا انا مش هعيش واشوف ان عندي 100 مشاهدة في اليوم قصدي 100 مشاهدة في الفيديو او في اليوم مع كم الفيديوهات الهائل اللي انا بنزلها هل هذا يرضي الله لو احنا بنسمع حسى انشكوش او حمو بيكا الناس مش هتتفاعل معاه والناس دي مستغنية وانتو عارفين فين خدمة الوصول للجمهور ميزة الوصول للجمهور محنا بنسمع الفيديوهات التانية كاملة لقنوات كبيرة مستغنية ومش بتساعدنا والله ما بتساعدنا ولا حتساعدنا بنسمع بالعشر دقايق حنا انا بتوفيق ويمشي من فضلكم من فضلكم لا من فضلكم اي انسان يخش يفديو لاخوه مش هيصبر ويديله حقه ما يخشوش ما يخشوش ما يهدوش الانسان ده بيبني وانت بتهد حضرتك اللايك ده مالو اللايك ده مالو ما بتدوش لايك ليه ده انا بخشي القناة والكبيرة بلاقي بالعشر عشرين تلاتين اربعين الف اربعين الف لايك ليه احنا 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 كده الغلابة بنعمل على بعض ليه احنا احنا الغلابة كده ما بنفتش بعض التلات تلاف خمسمية وهميين مش عندي مش معلين الجرس وعندي ناس تانية انا عملت الحق اتعبت في البس المباشر اتعبت في عاجات تانية عندي احباط اقسم بالله ما حستته قبل كده ما فتحتش القناة علشان اضغط على عصابي كده ما فتحتش القناة علشان اضغط على عصابي كده بنفتح عينينا على الستوديو عدنا بنمسك اصبحنا بنمسك الستوديو ونفتح الستوديو اليوتيوب اكتر ما بنفتح اكتر ما بنفتح ايه اكتر ما بنفتح ايه حياتنا اصبحت في الستوديو اليوتيوب ابن الطمن مين ادانا مشاهدة طب ليه طب ليه والله العظيم لولا الحاجة قسما بالله هذا الأمر لا يستمر لولا الحاجة واحتفتكروا أن أصحاب القنوات قنواتهم متفاعلوا عليها أننا نتبق بضو لا 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 هيبضوا منين ورحمة أمي 30 سنت في اليوم 20 سنت في اليوم 30 سنت لما قولنا خد في اليوم يعني هقبض الورسة هيقبضوا ما فيش ورسة ما عنديش أولاد سبحان الله العظيم أنا عارفة إن فيه خمسة بس اللي هيسمعوا الفيديو أنا فاهمة أنا عارفة محافظة مؤدام عيني دلوقت والباقي مشي لكن لله الأمر لو الإنسان مش هيعمل ميزة الوصول للجمهور ويقعد ديئتين ثلاثة ما يخشش الفيديو هو مش فرح بنادي بعض عليه أنا جملت الجمليين أنا زورتك زورين أنا عندك تعليلي أنا جديد هو فيه هو فيه صوتي راح وكل الناس اللي عندي مظلومين كل الناس اللي معايا مظلومين جددت في المحتوى بنازل فيديوهات كتير أعمل إيه تاني قلولي بس وأنا أعمله في المقترحات الناس اللي لسه معايها عارف الناس اللي لسه معايا في التعليقات اكتبوا لي هم الناس بتعمل كده ليه ليه التلات تاليف ونص ما بيجنيش ميت مشاهدة وانت وغير لو حد عنده يعني لو حد عنده إجابة للسؤال ريحوني قبل ما أخد خطوة وتعبيره على الفاضي معلش معلش أنا زعلانة وزاءانة ومحبطة والتفضفت شوية بدأ ما يحصل لحاجة أنا بشكركم استغفر الله العظيم على حول العلاقة اشتركوا في القناة شكرا ترجمة نانسي قنقر